اشتركوا في القناة في موضوع على غاية في الأهمية التقوى واليوم الآخر التقوى والآخرة ولعل أكثر ما يحتاج الإنسان في ذلك الموقف هو تقوى الله عز وجل فهو العلاج الشافي وهو الزاد الكافي وهو اللباس الساتر وهو موضع الكرامة والتمايز تقوى الله عز وجل سيكون ناجعا في يوم القيامة لذلك بيّن الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة وفي مواطن عديدة وكان آخر ما نزل من القرآن الكريم آخر ما نزل من القرآن الكريم الآية 281 بسورة البقرة ويعني آخر آية بدي تنزل شو بدي يكون فيها؟ بدي يكون فيها الوصية الأخيرة بدي يكون فيها الكلام الأخير بدي يكون فيها يعني زبدة القول بدي يكون فيها نتيجة الموضوع كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت كل الكسب مو ما عملت ما كسبت وهون كلمة ما كسبت فيها معنى بعيد فيها معنى عميق فيها معنى رائع بقدر ما هو قطير شو يعني الكسب؟ أنت بتساوي قضية منيحة الناس بيقلدوك فيها فبيجيك ثواب كل واحد تعلم منك وأخذ منك وثار فهذا كسب الثواب اللي بيأتيك مو عمل أنت قمته وإنما الشيء أنت عم تكسبه وكذلك الأمر قد تكون بالعمل السيء قد السنة السيئة فيأخذها الناس ويتناقلونها ويتعلمونها فكل ما ساوها الإنسان فيها شيء سيء ويعود إليك مثل هذا النتيجة السيئة واليوم يا أحبابنا في قضية خطيرة هي بوسائل التواصل الاجتماعي قد واحد بعد شغلة سيئة وتنتشر ومن واحد لواحد 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 كل واحد عم بيبعثها لك أنت السواب السيئة فيها فذلك الأمر إذا واحد عمل شيء جيد عمل شيء مفيد عمل شيء في معنى في محتوى في فائدة فكذلك كل من يتناقله فهذا الكسب هذا الكسب ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلموا ذلك اليوم ينتفي فيه الظلم محكمة لا ظلم فيها اليوم وين في محكمة على وجه الأرض لا ظلم فيها وين وين بيعملولها هي تمثيل بيعملولها أفلام بيعملولها وين على وجه الأرض ما في ظلم وين سجون ما فيها ظلم وين أماكن ما فيها ظلم قال هذا اليوم ينتفي الظلم شوها الصفة العالية شوها الصفة العظيمة قال أبدا ما تخاف لا في ظلم أبدا إذا صاحب حق بدك تاخد حقه وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الحقيقة يا أحبابنا يجب ومطلوب من كل واحد فينا أن يقف مع هذه الآية وقفة صدق بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه سكر الباب عليك فيه موبايلك فيه تليفونك فيه تليفونك سكر الباب حطي دفتر قدامك بسكي ورق أو ألم شو؟ هل بدي أفتح ملف اسمه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بدي أفتح ملف اسمه يا فلان اتقي يوما ترجع فيه إلى الله توب اسمك توب اسمك يوم بيجيك استدعاء من المحكمة شو إلى فلان ابن فلان موليد كذا بقى ولي بيرجوف يقول لك يا رطيف شوفي قال طالبينك على المحكمة شو بيطاع القلب إذا إجاك استدعاء إجاك كذا إجاك هذا قال هون اكتب بالأعلى واتقي يا فلان يوما ترجع فيه إلى الله شو يعني؟ قال افتح هذا الملف افتح هذا الملف وحط به الملف هي شو القضايا بحياتك اللي غلطت فيها شو القضايا بحياتك التي أسأت بها شو القضايا اللي بحياتك يعني بتتمني إنك تخلصي منها فحط هذا الملف تو وبلش هاي القضايا شو علاجة هاي القضايا شو قال والله هي أنا بعرفها هي أنا ما بعرف كيف بدي عالجها هي أنا ما بعرف أوكي اللي بتعرفه عالجه اللي ما بتعرفه اطلوب المساعدة المهم يا أحبابنا أن تفتح هذا الملف من الآن ليش؟ قال لأنه سيوضع أمامك ملف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها شو؟ بده نحط قدامك ملف بده نحط قدامك ملف في فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بده نحط قدامك ملف مرعب في من الدقة في من التفصيل يعني شو بيحسب لا 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 مكتاب مكتاب ما بنعرف لقد كنا نستنسخوا ما كنتم تعملون ما بنعرف شو بده نحط قدامك ملف بالصوت والصورة بالأبعاد الثلاثية بنفس الظرف مع الرائحة مع المؤثرات الصوتية كله بدي يكون قدامك وترى أعمالك واحد اثنين ثلاثة اربع فإذا في شي بيسود الوش من هلأ من هلأ انهي هذا الملف قضايا عالقة قضايا قديمة قضايا جديدة كله حطه قدامك وابدأ بمعالجة هذا الملف حط عنوان تقي يا فلان والله هذا أخطر ملف في حياة كل واحد فينا شو عم نساوي شو عم نستعدله شو عم نرتبله شو عم نهيئله ولا تاركها هيك شو يعني تاركها كيف تاركها هيك قال أخي انت مسافر راكب بالطيارة وين رايح والله رايح على الأمير معك فيزا لا أخي لنشوف شو بصير لنشوف شو الله بيخليه شو عم تطلع واحد يقول لك انت مجنون كيف رايح لهونيك من المطار من الطيارة بتبدأ المآسي كل تبدأ المشاكل كيف إذا انت رايح إلى الآخرة ورب العالمين عم بيقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ماذا أعددت لهذا اليوم ماذا هيئت لهذا اليوم ماذا وضعت لهذا اليوم هيا والله اسمعنا الآية وألبنا الصفحة شوفي بعدها آتي التدايون إذا تدايون تبدأين إلى أجل المسل هيك يا أحبابنا هيك صاير واقعنا هيك صاير بدنا نوقف عند هالآية الحقيقة بدنا نوقف عندها وقفة كبيرة بدنا نوقف عندها وقفة عملية ما بدنا حكي ما بدنا حكي ما بدنا كلام ما بدنا بدنا فعل بدنا فعل تقوا تماما يا أحبابنا يا أخواننا لما حتحطه قدامك هذا الملف انت لما حتحط قدامك هذا الملف شو هل يا ترى هل أنا يا ترى من أهل الغفل أم من أهل الزكر هل أنا يا ترى من أهل الظلم أم من أهل النور هل أنا يا ترى من أهل النفاق أم من أهل الإيمان هل أنا يا ترى من أهل التقوى ومقامات التقوى اللي استعرضناها برمضان الإخلاص الصبر الصدق الآخرة مواقف الآخرة ويني أنا يا ترى من هلأ اعود حط حالك على الكريطة من هلأ حط افتاح الملفات حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم قال شو والله عندها عندها القصة مع فلان اخطأت معه بحياتي انهي الملف استسمح منه قال ايه مو حلوة هلأ كيف بدي اتصل فيه بعد عشر سنين قال له سامحني اتصل معه بعت له هدية بعت له شغلة ظريفة تصل معه تليفون قال له يا افلام هدى الدنيا رمضان انت كبرت وانا كبرت خلينا نتسامح خلينا كذا عفو الله عما مضى هيك يا احبابنا هكذا تكون الامور هكذا تكون تصفيت القضايا اما والله ايه يا الله انا ما عندي شي اصلا يعني هاي اول كلمة بيقول لك يا هبليس شيخ ليش نفتح ملفات وما نفتح ما عندي شي اصلا انا انا بحياتي ما ازيت حدا وهو داعس بعشرين صدر وهو كاسر خمسين ايد وهو كاسر سبعين خاطر وهو 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 مكذب وهو اكل مال حرام وهو ما عندي شي انا انا هاي اول كلمة اول ما يضع خاطر بسيك الدفتر ومسيك وبدأ بدا كتوب بدا سجل مين جرحت على مين قسيت مين غلطت شو ساويت شو اذنبت شو اسأت ايه وبلش كل قضية من هذه القضايا شوف كيف بدك تعالجها قبل قبل يوما ترجعون فيه الى الله واول التقوى يا احبابنا اول التقوى تحط ميزان الذكر وميزان الغفلة فلا تقوى لله بغيري ذكر لله شو ما نضحك على حالنا ما نضحك على حالنا قال بالرادة بتشتغل بلا كهربا غسالة بتشتغل بلا كهربا سيارة بتشتغل بلا كهربا فبدك الكهربا لتشتغل الذكر هو الكهربا هو الروح تبع الايمان هو الحياة تبع الايمان هو الحياة تبع الاعمال اول كلمة اذا ذكر الله وجلات قلوبهم فيه تيار كهرباء فيه تيار فيه تيار نور فيه تيار فيه تيار إيمان فيه تيار بعدين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بعدين وعلى ربهم يتوكلون بعدين الذين يغيبون أولئك هم المؤمنون حقا فبدك تطلع هل يا ترى أنا حط معادلتك ذكر زائد غفلة وسايمية أنت وين حالتك قال ذكر عشرة معنات غفلة تسعين معنات غفلة تسعين لا إله إلا الله بدنا نشوف يا أحبابنا وين أنت بساحة الاستغفار وين أنت بساحة الحمد وين أنت بساحة الشكر وين أنت بساحة التسبيح ورؤية عظمة الكون وعظمة خلق الله في الكون وين هي وين ملفات يا أحبابنا ستفتح ستعرض واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والله يا أحبابنا إذا هذه الآية ما غيرت حياتنا اليوم ما غيرت سلوكنا معنات ما استفدنا من رمضان معنات ما عم نستفيد من قراءة القرآن معنات ما عم نطلع بجدوى لا من هالدروس ولا من هالكلام بدنا نمشي بخطوة عملية ما همنا يا أحبابنا القصص الحلوة والكلام والمعجبين واليوتيوب اليوتيوبات تعبنا بدنا كلمة لقلبنا بدنا كلمة لآخرتنا بدنا كلمة كيف بدنا ننفد بجواز السفر في هذه المواطن دائما يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبهم سليم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إياك وإياك أن ترجع بهذا اليوم إلى الله وأنت لا تملك القلب السليم إياك ثم إياك أن ترجع في ذلك اليوم إلى الله عز وجل وأنت تملك القلب المظلم القلب الذي حوى النكت في وجوده بسبب المعاصي بسبب الغفلات بسبب له بسبب طولة السام بسبب غيبة بسبب نميمة بسبب 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 لا تنتهي الأسباب يا أحبابنا يا أحبابنا ملفات أعمالنا مليانة 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 كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وكان من كبار الأولياء والصالحين ومن كبار العارفين ومن كبار العلماء والفقهاء هذول اليوم اللي عم بيجي بالطاول وواحدهم ما بيعرف يتوضى بده يحكي على الإمام أبو حنيفة بده عدى يقيم الإمام أبو حنيفة وحدهم ما بيعرف لسه لا حوله ولا قوة إلا بالله هذا لا يعني إنه ما نجدهد وما نعطي بما يتنأ بس ما نقلل الأدب مع هذه القامات والهامات العلمية التي يعني قد لا تتكرر في التاريخ فكان الإمام أبو حنيفة يقرأ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان حينما يتوضأ فإن ذنوبه تنزل مع ماء الوضوء شو؟ الظنوب تبعه تنزل مع ماء الوضوء فكان عم بتوضى يقف على الموضى فبيشوف شاب عم بتوضى فيرى ذنوبه تنزل مع ماء الوضوء بللك يا ابني ليش انت عاقل أمك هذاك الشاب يندهش شو عرفك اني أنا عاقل أمي؟ كيف؟ يا ابني انت ليش عم تغتاب؟ يا ابني انت ليش عم تعمل كذا؟ يا ابني انت ليش عم لا إله إلا الله بالآخير اتطلع هيك قال له اللهم صرفها عني شو بدي أنا بيها القصة فلان شو عمل وفلان شو عمل وفلان شو عمل و بمذهب الإمام أبو حنيفة ماء الوضوء نجس لا يجود إعادة استعماله شو؟ على عكس مذهب الشافعي على العكس ماء الوضوء لا يجوز استعماله لا يجوز إعادة استعماله كماء طاهر ليش؟ لأنه كان يرى ما في هذا الماء من آثار الظروب وآثار هذه الخضايا بجيب لك الواحد إذا أنت عم تتوضع عم بينزل بماء وضوءنا بلاوي بلاوي زرع عم بينزل بماء وضوءنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إذا ما غير هذا الملف حياتك وما غير هذه الملف حياتك صوموا فإنكم لم تصوم وعيدوا فإنكم لم تعيدوا واتقوا فإنكم ما اتقيتم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يرطي يرطي توفى كل موجود لدقائق الأمور باللحظات بالأنفاس وهم لا يظلمون هلأ ما عد في ما عد في ظلم ولا عد في أسى ولا عد في بؤس ولا عد في ألم ولا عد في واسطات ولا عد في رشوات ولا عد في شهادة الزور شهادة الزور في ناس مكاتب مكاتب بشأن يأمنوا ناس بنتشهد بالزور ويقبض عليها وياخد عليها موجودة موجودة مكاتب وأهاوي وكذا شو بدك هذا هذا القضية يا لطيف يا لطيف يا لطيف لوين لوين وصلنا متمسليات يا أحبابنا حقائق حقائق وهم لا يظلمون يا رب يا رب اجعلنا من الذين يتقون هذا اليوم يا رب اجعلنا من الذين يأخذون بأمرك ووصيتك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك أنا بدي حط برنامج لحياتي أتقي فيه هذا اليوم بدي حط دفتر كامل في حياتي بدي أعد وأبحث وشوف شو فيني ساوي لهذا اليوم الكلمة الكلمات يا أحبابنا الكلمات خمس كلمات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولكن والله هي منهاج عمل في كل يوم وفي كل ساعة إذا ما من هلأ حطيته وبدأت تستعد لها اليوم هذا يحوين تلوقت ويحوين الجهد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر وصية في القرآن آخر أمر في القرآن آخر كلام في القرآن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا وهم لا يظلموا بعد ذلك يا أحبابنا تأتي الآيات في سورة آل عمران لتؤكد وتبين مواقف الآخرة وضرورة التقوى وعلاقة التقوى في هذه المواقف ففي الآية 14 و15 تبين صورتين واضحتين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا شو؟ كل هالزينة شو هي؟ متاع الحياة الدنيا الدهب والفضة النساء الجميلات السيارات المارسيديس التسلا البورش إلى آخره الأنعام الحرث المال الجاه كله هذا شو؟ متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المقام العودة الحميدة النهاية السعيدة قل أونبئكم بخير من ذلكم بدكن أحسن من هيك بدك أعطيك أحسن من هيك أنت اللي عن تسعى لهذه القضايا أنت اللي عن تسعي ليل نهار لهالمواضية أعطيك مين اللي عن بنبئنا يا أحبابنا خالق السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض رب السماوات والأرض قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بدكون اعطيكم احسن من كل هدول قال والله يا ربي بدنا بس نحن بدنا نضل ليلنا وانهارنا مشغولين بزينا للناس حب الشهوات بدنا نضل راقدين افا هذه الزينة افا هذا السراب وراء وين يا احبابنا سعادة الدنيا سراب كل من يظن نفسه في هذه الدنيا انه يحصل السعادة من متع الحياة الدنيا فهو في سراب ليش قال عنده مليارات وعنده 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 بدأ المرض يغزوف بدأ التعب بدأ الشيب بدأ الهلاك بدأ وجع المفاصل بدأ وجع الظهر بدأ السكر بدأ هو في سراب هو في الام هو في صراع كيف بدأ يترك كل هاللزات كيف بدأ يترك كل هالمليارات كيف بدأ يترك كل هال وهو سيترك شاء ام ابا اراد ام رفض مو على كيفه مو على كيفك مو على كيفي بدنا نترك فبيكفي هذا الالم بكفي قلق الموت بكفي خوف الموت بكفي خوف الخسارة بقلق هو بيحاول بيشيل ما في كلام بتلاقي اذا مريض شوي رقع تخاف على حاله بيعمل فحوصات بيعمل ما في كلام يعني اعد اعد اه ملك الموت عم بيستنى عم بيستنى ساعة عم بتتب كل واحد فينا يا احبابنا له ساعة منبه مربوطة متى ما خلصوا تكاته ورن الجرس بده ياخدوا الروح لو ميم ما كان واقف لو كل اطباء الدنيا حواليك لو كل الاسعاف لو كل ما في متى ما رنت الساعة دقاته قلب المرء طائلة له ان الحياة دقائق وثواني متى ما خلصيت انتهى الموضوع ولكن نيال يلي عامل عقد مع رب العالمين نيال يلي مقدم لهذا اليوم نيال يلي بدي يكون من اهل والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم عند موجود يلي اتقوا الله يلي التزموا بأوامر الله يلي سمعوا آيات الله وطبقوها يلي كان حاله سمعنا وأطعنا شو بدك يا رب قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال سمعنا وأطعنا سنبزل كل جهدنا وسنبزل كل طاقتنا وأول شي يا رب اتعيننا يا رب اتعيننا على هذا اليوم يا رب انت اللي حزرتنا وانت اللي نبهتنا تعيننا على هذا اليوم يا رب لا تجعل زينة الدنيا هي مبلغ همنا ومبلغ علمنا وكل همنا واهتمامنا يا رب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنار فيها كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر ببالك فيها كل ما تشتهي وتريد وأعظم شيء هو ورضوان من الله هو رضى الله عز وجل رضى الله عز وجل عليك ورضى الله عز وجل عليك ورضى الله عز وجل على كل من تحبون وتريدون ورضوان من الله والله بصير بالعباد شو يعني قال يعني مكشوفين شو يعني ما في زعبرة بالدنيا من زعبرة على حالنا بالدنيا هذا بيحكيه وهذا بيلف وهذا بيدور وهذا بيفرجي حاله هو هيك وماله هيك وهذا بيعمل حاله هو أعظم الناس وهذا بيعمل حاله أفهم الناس والله بصير بالعباد ما بيمشي حاله هالمعاملات بالآخرة ما بيمشي حاله هالقضايا ما بيمشي حاله قال في مكانة بتكشف أي ورقة مزورة قال بتمشي الورقة هون هون إلا بهالمكانة هاي هاي المكانة ما بيمشي حاله معه ما بيمشي حاله إلا التقوى إلا الشيء المستقيم إلا الشيء بدك تستقيم مع الله عز وجل ليش لأنه شاهد علينا ناظر إلينا عالم بخفايا نفوسنا عالم بأسرار قلوبنا عالم بهمسات أرواح عليم بصير وين فما لنا يا أحبابنا إلا أن نعقم هذا القلب وإلا أن نطهر هذا القلب وإلا أن نجلي هذا القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم وإجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدري فبدنا ننتبه يا أحبابنا إلى هذه الأمور بدنا ننتبه إلى هذه القضايا بدنا ننتبه إلى هذه الملفات ونكتب بشكل عملي ما عليش حط دفتر وألم وورقة ومن هلأ سجل على نفسك من هلأ حاسب حالك عود إهدى تذكر شوفي عندي أنا بالماضي ملفات تاركة زاتتها آفل عليها انكشها صلحها طالعها من قلبك طالعها قال لا والله أنا هالشغلي عزيزي علي هي غلط هي غلط بس أنا بحبها يعني أنا ما بدي استغني عنها لا حول ولا خوتها إلا بالله العلي العظيم بدك تستغني عنها وبدك تخلص منا وبدك تداوي حالك من آثاره بدنا نستغفر بدنا نتوب رمضان يا أحبابنا موسم عطاء رمضان موسم كرم رمضان موسم نور رمضان موسم مغفرة رمضان موسم استجابة رمضان موسم آهات توضع وأثقال وأحمال ترفع رمضان موسم عطاء يا أحبابنا فإذا برمضان ما مشي الحال إيمتى بده يمشي الحال إذا بيموسم التفاح ما أكل التفاح إذا بيموسم الفواكه ما أكل إيمتى بدك تداوي لما بيروح الموسم وبصير حق الشو اسمه هداك السعر لا يا أحبابنا خلينا نلحق هذا الموسم قال والله يا شيخ والله حتى ما عم صح لنا لا أقول تفاح قال ما علي شيء بس لا تخسر المغفرة خسرت التفاح لا تخسر المغفرة لا تخسر العتق لا تخسر اللطف والكرم من الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمو التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد حق حمدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربنا لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض يا ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض يا ربنا لك الحمد أنت رب السماوات والأرض يا ربنا لك الحمد أنت مالك يوم الدين يا ربنا لك الحمد أنت الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافي مزيدك يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين أنت الحق وكلامك الحق ووعدك الحق والأنبياء حق والساعة حق والحساب حق والجنة حق والنار حق يا رب العالمين يا رب العالمين ارحم ضعفنا يا رب العالمين ارحم تقصيرنا يا رب العالمين ارحم تذللنا يا رب يا رب إنا نقر بذنوبنا فاغفرها لنا يا الله يا رب ما علمنا منها وما لم نعلم ما أدركنا منها وما لم ندرك يا رب يا رب لقد غمرتنا بنعمك يا رب وقصرنا في شكرها وقصرنا في الحمد يا رب يا رب فاجبر تقصيرنا يا رب فاجبر تقصيرنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد نسألك بعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك يا صريخ المكروبين يا صريخ المكروبين يا مجيب دعاء المضطرين نجنا يوم الدين يا رب يا رب اجعلنا فيه من المقبولين يا رب اجعلنا فيه من المرضيين اجعلنا فيه من أهل النداء يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا رب سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل يا رب واجعلنا فيه من من عتقت لقابهم من النيران كربا وجودا ومنة وتحننا وتصدقا يا رب يا رب انت الكريم يا رب ونحن على بابك يا رب بسطنا اليك اكفة ضراعة يا رب متوسلين اليك بذلنا بافتقارنا بحاجتنا اليك يا عظيم يا كريم يا حي يا قيوم يا قيوم السماوات والارض بك نستغيس يا رب بك نستعين يا رب منك نطلب المغفرة فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا هداتا مهديين غير ضالين ولا مضلين واهدنا واهدبنا إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وإلى روح من سبقنا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وتلامذتنا إلى دار البقاء الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة